وزارة الاتصالات بدأت بيع داتا تبعنا لتفوت مصاري لا بكرة نحن قادمين على موسم انتخابات مثلا يمكن فيه ناس بهمة تعرف على اوتوستراجر لديه بين الستة والعشرة كم شخص بيمروا نحن بنقدر بنمتلك هيك معلومات هيدا المعلومات بيقول الوزير ما بتتعرض لخصوصيتنا فيه انواع داتا بتجميع شركات الاتصالات ألفا وتتش شي منها متعلق بالمحتوى يعني شو عم نحكي أو شو عم نشوف وشي منها متعلق بمعلومات وصفية من دون ما تفرج المحتوى يعني ما عمين عم نحكي ومن وين عم نحكي وأي ساعة هيدا المتا داتا الوصفية كمان في منها نوعين المتا داتا هي البيانات الوصفية كمان تجي من شقان فيها بيانات وصفية بتدلع على الشخص وفيها بيانات وصفية معمات يعني ما بتعرف مين عم يستخدم هيدا البيانات الوزير بدو يبيع داتا وصفية معمات أو anonymized ما بتدلع على أصحابه وبدو يبيع على شركات إعلانات هذا الاقتراح في مشاكل تجميع الداتا مش بالضرورة يكون تنصت بس بيضل عنده مخاطر اكبر بييد الناس الغلط الداتا بكميات كبيرة ولو كانت معمات قادرة تصير وسيلة للتلاعب بحريات الناس تصرفاتنا بتصير قيدة دراسة نفس المشوار يلي بنعمله كل يوم من البيت عالشغل ومن الشغل عالبيت نفس الناس يلي بنحكي معه الصفحات يلي بنزوره يلي بيمتلك هيدا المعلومات بيصير قادر يستغل نقاط ضعفنا ويتوقع تصرفاتنا بالمستقبل ويستغل لا يبيعنا سلع او افكار او مرشحين ومضرورة ابدا يعرف هويتنا لا يقدر يبيعنا هيدا الشي بيعملوه شركات مثل فيسبوك وجوجل بلبنان بده الوزير انه تصير الدولة تعمله كمان حصل شركات الاعلانية لنبلش بقلب لبنان مش ضروري انا عم بعضي مثل جوجل انه هن بيبيعوا المعلومات بره وبيستفيدوا منه ونحنا عنا معلومات جوجل بتجمع معلوماتنا الشخصية صح وصح بتستفيد منه مع انه ما بتبيعه مثل ما قال الوزير بس اولا جوجل على القليلة بتطلب اذن وبتعطينا حد ادنى من التحكم بخصوصياتنا وتانيا جوجل شركة خاصة بيعوص الحالات بيضل الواحد يقدر يقرر يقطعها الوزير بالدولة اليوم بالعالم كله عم بتصارع الحكومات الشركات الخاصة مثل جوجل وفيسبوك لتردع من استغلال داتا الناس وهي ده اللي بيفرض على جوجل اكبر باوروبا من لبنان دول الاوروبية فرض اقوانين على جامعة داتا والعمل فيها حماية لحق الناس بينما الوزير بلبنان يقترح يضم الدولة اللبنانية فرد مرة لخندق الشركات الخاصة العالمية يلي عم تستغل الداتا شو العلاقة يلي نحن بدنا اياها بين المواطن ووزارة الاتصالات او بين المواطن والدولة هل الدولة عم تقدم خدمات للمواطن هل الدولة والوزارة الموجودة فيها هي مرفق عام مؤسسة عامة او هل هي عم تتحول لشركة خاصة رأي سمالية مهمة الربح ساقتنا بوزارة الاتصالات شبه معدومة صار لسنين بتعددع خصوصية الناس بلا اي رقيب بتتنصت عليهم بتجمع بياناتهم وبتعطيها للأجهزة بال2012 متذكر كلنا صار في حادثة ونوعا ما خناقها بين رئيس الوزارة حينها نجيب مئاته وزير الاتصالات من قولها صح ناول اذا هل بينعطى لأجهزة الامنية داتا الاتصالات ولا لا انتهى الموضوع انه اخذوا داتا الاتصالات وزارة الاتصالات يمكن ان تمنح المؤسسات الامنية تحركة الاتصالات وليس مضمونها استغلال خصوصية الناس هو النهج عام بلبنان كله من الأجهزة اللي بتسرب صفحات اكسل بتربط هويات الناس بأرقام سياراتهم وبتعرض النساء بسببها لتحرشات على التليفون هن وعالطريق للسفارات اللبنانية اللي بتنشر معلومات الناخبين لمهاجرين لخروقات عمنصة جراب الجاب بالـ 2020 وصولا للأمن العام اخرها واكبر وحدة فاق عمنهم هي وقتها تم اكتشاف انه فيه تجسس عم بيصير على المواطنين من مبنى الأمن العام بالـ 2018 مع اكتراح الوزير اليوم بيصير فيها الوزارة كمان تبيع خصوصيتنا لكل مين مستعد يشتري بلبنان القانون 81 لتنظيم المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية ما بيسمح لبيع الداتا شركة تاتشو ألفا قادرين يجمعوا البيانات بس ممنوع يبيعوا البيانات بس القانون خجول للأسف هو قانون قديم من 2002 للتطور ولطلع ولوصل لتم قبوله بمجلس نواب للـ 2018 وبطلت المعاملات الإلكترونية بالطريقة اللي هن مبينينا بالقانون بروحية القانون بعدها هي زيتا فللأسف قانون منه جيد حكي الوزير عن لجنة أمنية واستند على القانون الأوروبا المعتمد عالميا لحماية البيانات إلا أنه قانون الـ data في لبنان منه معتمد على الـ GDPR بعكس تصريح الوزير نفرض على القانون كمان استثناءات خلته يصير شبه مشلول بيعفي الوزارات من طلب الإذن بتجميع المعلومات وما بيذكر إليات بتضمن الشفافية بالمقابل مثلاً الـ GDPR بتجبر الشركات والمؤسسات يطلبوا موافقة صريحة من المستخدمين قبل ما يجمعونوا المعلوماتهم ذكر الوزير كمان الجيوفنسينج يلي بتسمح لألفة وتاتش يعرفوا بأي منطقة تقريباً موجودة تليفوناتنا كل الوقت ليوفروا لنا إرسال ولا يقدروا يبيعونا خدمات أكتر مفروض هيدا الشركات تفصل الـ data الجغرافية عن هويتنا وفي قوانين عالمية على كيف بنعمل هيدا الشيء بس بلبنان هلا قوانين مش موجودة أكيد ما عنا ساقة أن وزارة الاتصالات رح تبيع كمية صغيرة من البيانات يلي هي محافظة للخصوصية بس وين بدأت توقف الدولة؟ يعني بتصور إذا شافوا أنه فيها ربح مادة لقلن رح يبلش بيوعوا بيانات أكتر وأكتر وأكتر وزارة الاتصالات بلشت بالاقتراح بس وزارة الصحة كمان عندها معلومات والأمن العام كمان عندهم معلومات وإذا صار اقتراح الوزير النهج منكون أمام عملية تسليع لخصوصيتنا بعالم مثالي دولة شغلتها تحمي الناس من استغلال الداتا طبعا من قبل الشركات بلبنان الدولة عم تهينة على الشركات من الآخر وتقلو انتعو عندي داتا للبيع